نار 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 قرآن ربي يا شعب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الحبيب الأمين وعلى آله وصحابته والتابعين أخواني أخوتي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مازلنا نعيش مع هذه الصورة العظيمة صورة الأنعام فرحة بأسلوب المزاوجة ما بين الرد للمشركين والمواجهة ديالهم بدلائل وآيات الله تعالى في الكون وفي أنفسهم ومن خلالها إثبات وحدانية الله تعالى وتفردوا بالألوهية والربوبية وما بين المواجهة ديالهم بمصيرهم عند الموت والبعث والحشر واللي هما كينكروا هما كينأمنوشي به وفي هذا الربع الأخير من الحزب 14 غادي تكون مواجهة المشركين من الأخرى بآيات الله الكتيرة في الكون كيقول الله عز وجل إن الله فالق الحب والنوا فهذه آية عظيمة من آيات الله تعالى المعجزة في الكون من آيات الله الكتيرة اللي قد تغيب لديهم إنسان وهو كيشوف فيها وكيعرفها فإلى تفكر فيها كتبليه بعد دلائل قدرة الله عز وجل فالشجرة كتنوه ثم كتدهر فيها ذك التمرة كننكلها فإلى الحنادة كالنواتين العظيمة في الأرض كترجع لها الحياة وكتنبت شجرة مرة أخرى وهكذا مهما طالت مدة سكون النواة فقد عثر علماء النباتات في السنوات الأخيرة على نواة ديالتمر يعني عظم ديالتمر العمر ديالها ألفين سنة في قلعة المالك هيرود بالقرب من البحر الميت بالأردن وحين قاموا بالزراعة ديالها يبدأت من بعد هذه المدة طويلة بحيث بمجرد وصول الماء لها يبدأت بمعارسة المهام ديالها بالانقسام والنمو وإخراج نبات كامل فمن أعاد لها الحياة من بعد السكون ديالها طيلة هذه المدة إنه الله عز وجل إن الله فالق الحب والنواة فالله عز وجل كيف لقأي كيشق الحب له ويابس وكيخرج منه كل أنواع الحبوب لكيزرعها الإنسان واحتني ما كيزرعها شيء وربما اللي ما أصدقش لي أن نوصل لها إنه في البرار والقفار كما أنه تعالى كيشق النواة اليابسة الهامدة يعني عضمد الفاكهة والتمار وكيخرج منها الأشجار الغضة الطرية لمن نخيل وفواكه وغيرها إنها القوة الخالقة اللي كتفلق الحب والنواة وكتقسم خلايا النبات وكتضعفها تكتشكل شجرة كاملة كتحوي ملايين خلايا وقد كانت بالأصل خلية واحدة إنه تقدير العزيز العليم اللي كيجعل أطراف عرق الشجرة اللي إنشقت عليها النواة واللي هي في غاية الدقة واللطفين رقيقها بزف كتخترق باطل الأرض الصلب الكتيف واللي ما يقدرش يحتسل السكين الحيب القوي على أنه يغوص فيه إنه الله فالق الحب والنواة فمن اليابس لهو الحب والنواة كيخرج الله تعالى الغض طري من أشجار وزروع ونباتات فكثري الحياة على الأرض كما أن هذه النباتات والزروع الأشجار الغض الطرية كيخرج منها عز وجل الحب والنواة اليابس وهكذا يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي فكما أن شق الحب والنواة وإخراج النبات الغض الأخضر من الحب اليابس واليابس من نبات الحي النامي آية عجيبة وحجة ظاهرة فكذلك إخراجه تعالى الحي من الميت والميت من الحي أول أن تلعني في هذا الكون الرحب لا تعد ولا تحسى بدءا من خلق آدم من تراب كائن حي من تراب ميت ثم خلق الإنسان والحيوان بالتزاوج من نطف ميتة بل إن كل ما يحيط بنا في هذا العالم ما كيخرش على تنائية الحياة والموت المتكررة المتجددة فالمواد الغذائية اللي كتنولها الكائنات الحية ما هي إلا مواد كيميائية ميتة حين كيتغدأ لها الكائن الحي وكتتضم بالجهاز ديله الإنزيمي وكتتمسس بالجهاز ديله المص وكتدخل إلى الخلايا كتتحول بقدرة الخالق سبحانه وتعالى من مواد كيميائية ميتة لا حية فيها إلى مواد حيوية حية كذلك الحمد النووي الـ DNA اللي كيسيطر على جميع العمليات الوراثية في الخلية ما هو إلا مواد كيميائية ميتة حين كتتعبر غشاء الخلية كتتحول في أوقات قليلة جدا لمادة حية كتتحمل كل سفة الوراثية للكائن الحي أيضا الفيروسات هي من أصغر الكائنات الحية الدقيقة وكتتعتبر من أخطرها على الإنسان والحيوان والنباتات على السواء وهذه الفيروسات خارج الخلايا هي عبارة على جسيمات ميتة لا حية فيها ولا نمو ولا تكاتر ولكن مجرد التساقها ببعض الخلايا الحية كتدب فيها الحياة بصورة مذهلة حيث كتبدأ في الانقصام معدلة سريعة جدا وكتقدر في هذه الحالة أنها تدمر لعديد من الكائنات الحية الحيوانية والنباتية والبكتيرية وكذلك الإنسان والأعجب من هذا الشيء كله أعزائي أنها إلى خرجة خارج الخلية الحية كتتحول من جديد إلى جسيمات ميتة وهذا قمة الإعجاز الإلهي في الخلق يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي فسبحان المحي المميت جل في علاه أحبتي في الله لما كان تدبر هذه الآية كان وجدت فيها لطيفة لغوية وهي من اللطائف اللغوية القرآنية اللي كتزيد من الفصاحة ديره البلاغة ديره بحيث أن تتعمل الفعل مع الحي وتتعمل الإسم مع الميت يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي وذلك لأن أبرز صفات الحي هي الحركة والتجدد والصيغة الفعلية يخرج دالة على هذه الحركة والتجدد أما الميت فلأنه في حالة همود وسكون وتبات فعبر عليه بالصيغة دالة على التبات مخرج ثم إن التعبير بالفعل على التجدد والتكرر بإسم الفعل على التبات والدوام حصل منه أن الفعلين بجوج متجدد وتابت أي دائم ومستمر فسبحان من هذا كلامه كما أن هذه الآية للإيجاز ديالها فهي تضمنت لعديد من الحقائق العلمية واللمحات الإيجازية لما سبق لها تشيء واحد قبل من القرآن الكريم فالآية أولا فرقتنا بالحب والنوى والمعلوم علميا أن الحب مش هو النوى فالحبة هي تمر كاملة بحل الحبوب ديال الدورة والحنطة والشعير وأما النوى للعظم فهو من البذور وهي جزء من التمر بحل النوى ديال البلاح وديال النبق وديال الخوخ وديال العناب وغيرها وهذا فرق ما بين الحب والنوى هو من الإعجاز العلم النباتي في القرآن الكريم واللي سبق به القرآن تقسم الحديث للبذور والتمر والحقيقة العلمية الثانية التي تضمنتها هذه الآية هو أن المواد الغدائية المدخرة بخبية في الحب والنوى كلها مواد ميتة ولكن حين كتعبر أغشية الجانين الحي اللي ساكن موجود إن في هذه النوى أو في هذه الحبة كدب في الحياة فمن وهب هذا الجانين الحياة إنه الله تعالى المبدع الخلاق العظيم ذلكم الله فأنا توفكون ذلكم الخالق الرازق المدبر فالق الحب النوى المحي المميت هو الله تعالى فكيف تأدينون على العبادة دياله إلى عبادة غيره كيف توفكون أي كتنصرفوا إليه سبحانه وتعرضون على الهدى دياله مع ما ترون من بديع الصناع دياله وكمال قدرة دياله وعجائب مخلوقاته وآيات إبداعه واللي منها أيضا فالقوا الإصباح وجائلوا الليل سكنا والإصباح أي زي هو مصدر معناها الصبح فهو تعالى كما كيف لقى الحب والناوى على الزرع والشجر كيف لقى أيضا الإصباح من ظلمة الليل أي كيشق عمود الصبح وهو أول ما يبدو من نور النهار على ظلمة الليل ولذلك كيكسم السبح أيضا فلقا فهو سبحانه يفلق ظلام الليل أي كيشقه على غرة الضياء فكي يضيء الوجود وكيستنير الأفق وكيضمح الضلام وكيمشي الليل بسواد دياله والضلام دياله وكيجي النهار بضياء وإشراقه وهذا المعنى أعزائي يشير إلى حقيقة كونية مؤدها أن الله تعالى جلت قدرته يقدر للأرض أنها تضر حول محورها أمام الشمس كما قدر لكل جرم من أجرم السماء أنه يضر حول محور دياله وأن يسبح في فلكه وبذلك فهو تعالى كيفصل بتدريج مبيل الأرض على الليل السماء ابطبقت نور نهار رقيقة واللي كتحجب علينا ظلام الكون الخارجي فالظلام هو الأصل في الكون وهذا اللي يوصلوا لي العلماء من بد مطلع الفضاء إن يوصلوا أن النور اللي كنشوفه بيننا غير موجود إلا في غلاف الأرض وبعيدا على الغلاف الأرضي فظلام دامس ولا تبدو الشمس إلا كقرص أزرق وصدق سبحانه وتعالح قال في صورة ياسين وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون فهو جل في علاه كيغلق هاتجج دي الظلمة للمتداخلين بتدريج ظلمة الكون وظلمة الأرض فكيحل النهار محل ظلمة الأرض وكيخلي سبحانه ظلمة الفضاء الواسع في هذا الكون ولدالك وصف سبحانه دات العليا فالق الإصباح بحيث لا يقوى على ذلك إلا هو جل في علاه فالق الإصباح وجائل الليل سكنا واقتراني إصباح بالليل أحبتي فيه إشارة إلى تعاقب كل من النهار والليل وإلى جعل النهار لعمارة الأرض وإقامة عدل الله تعالى فيها والكدح من أجل الرزق الحلال وجعل الليل سكنا للراحة والطمأنينة وتأمل العبادة وهذا كيدل للمدى رطف الله تعالى والعناية ديره بالإنسان اللي كيوجد الراحة ديره في السباس من بعد الكدح ديره طول النهار فلو كان الزمن كل نهار لتعذرت الحياة فالأروح قبل ما تهبط الأرض ما كانش كنت تعرف للتراب لكونها كانت في عالم تبات فالسكون صفة أصلية لها بينما التراب هو صفة عرضية فحنين الإنسان إلى الليل وحنين نفس ديره والأصل ديرها حنين إلى الراحة والسكون والطمأنينة والهدوء فما كيكفي شي مجرد نوم لتوفير هذه السكون بل لا بد من ليل ولا بد من ظلام بحيث كينقاطع الإنسان على شواغ الحياة اليومية والضجيج ديرها وكي توجه إلى الله تعالى بقلب فارغ في سكون الليل يتدبر ويتفكر كي يحيى لحظات روحية عميقة كي تجعله الاتصال قوي ومباشر بحقيقة الخالق ديانه ولذلك كان وجده القرآن الكريم أعزائي كي يحت على قيام الليل في آية كثيرة منه فحن كي يخيم الضلام كترتاح الحواس وكتعمل الطمأنينة والسكون كتتخلص الأرواح من ثقة المادة فكتعجم لها وخالقها وبارئها سبحانه فالق الإصباح وجائل الليل سكنا فهو تعالى جاء الليل سكن مش فقط للإنسان وإنما سكنك تسكن فيه كل المخلوقات للراحة والهدوء والاستقرار الناس لديهم والمنام ديالهم والأنعام المؤوى ديالها والطيور الأوكرها حتى النباتات كتستفد من الليل ومن الضلام فلولا تعاقب الليل والنهار لما تمكنت النباتات من إنتاج المواد ديالها والمركبات ديالها اللي هي نتيجة تفاعلات الضوء والتفاعلات الضلام ولما تمكنت من تكوين هرمول إزهار في النباتات الزهرية وم بعد الضلام الليل والسكون دياله كيف لقل الله الضياء من الظلمة فكترجع الحركة إلى الأرض وهكذا سكون وحركة إلى يوم القيامة فالق الإصباح وجائل الليل سكن والشمس والقمر حسبانا فمن آياته تعالى أيضا في هذا الكون الفسيح دوران الشمس والقمر بانتظام وبحساب دقيق حسبانا فقد شاءت إرادة الله سبحانه وتعالى أنه يتحدد يوم الأرض بالليل دياله والنهار دياله عن طريق دوران الأرض حول محورها أمام الشمس وأنه يتحدد شهر الأرض القمري بواسطة دورة القمر الشهرية حول الأرض ويتحدد شهر ديالها الشمسي عن طريق بروج سماء وأن يقسم شهرها القمري إلى أسابيع وأيام بواسطة منازل القمر والأطوار دياله المتتالية في كل شهر ومثل السنة القمرية والسنة الشمسية حتى صبحت حركة كل من الأرض والشمس والقمر معلومة أن اليوم بدقة كبيرة لدرجة أن الساعات الزمنية كانت تضبط على الحركات ديالها وصدق الله العظيم لنزل منذ 1434 سنة قوله عز وجل والشمس والقمر حسبانا أي بحساب محكم دقيق كي يعود الإنسان لإدرك الزمن والحساب دياله والتاريخ الأحداث وأداء العبادات والحقوق ولولا ذلك لتعدرت الحياة على الأرض أسيادي ألاليتي هذا هو الوضو اللي بيه كان صليه أنتما تبعوا مع هذا الشاب بعدما أخذ صطيلة ديال الماء ودرها علي مينو أسيادي لاتادلمرات ثم أصال فمو لاتادلمرات ثم اغسل نفو ثلاثة مرات ثم اغسل وجه ثلاثة مرات ثم اغسل نفو ثلاثة مرات ولكن هاد المرات حتى المرافقه ثم اغسل نفو ثلاثة مرات ثم اغسل نفو ثلاثة مرات هذا هو الوضو سهل مهل انساوش روا عبادة يغفر به الله الدنوب وفع به الدرجات وغير ثلاثة الماء تكفي الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حيا على الفلاح حيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعات الله أكبر الله أكبر أشد أن لا إله إلا الله أشد أن محمد رسول الله حيا على الصلاة حيا على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر سمع الله لمن حامده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قرائت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده سمع الله أكبر سمع الله أكبر سمع الله أكبر سمع الله أكبر سمع الله لمن حمده سمع الله أكبر الله أكبر سمع الله أكبر الله أكبر شكرا السلام عليكم ثم متحها وسلب وشكين ما سهل من هذا السلام الله يسهل علينا وعليكم الخوج ويعاوننا باش نصليه وصلاتنا في الوقت والله يتقبل منا ومنكم بحساب محكم دقيق كي يعاون الإنسان الذي يدرك الزمن والحساب دياله والتاريخ الأحداث وأداء العبادات الحقوق ولولا ذلك لتعذرت الحياة على الأرض ذلك تقدير العزيز العليم ذلك تقدير الخالق الذي أبدع هذا الكون بالعلم دياله وبالحكمة دياله والقدرة دياله واللي هو أدرى بصناعة دياله ذلك تقدير العزيز اللي ما كيمتنئ ليه احتشي حاجة وبالعزة دياله القتل هذا الأجرام مئات البلايين من المجرات والكل مجرة مئات البلايين من النجوم والنجوم الشبيهة بالشمس عندها كواكب تضر حولها وكل هذا الأجرام تسير بأمره تعالى وتخضع لعظمته سبحانه جل في علاه وهو العليم سبحانه فما كتغفى ليه احتشي غائبة ما كتغفى ليه احتشي حاجة ومن آياته سبحانه أيضا ولي إني مينك لنكرها إلا جاحد وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظرمات البر والبحر فهو سبحانه سخر النجوم باش يهتدوا بها الناس في الصفر ديالهم سواء في ظلمات البر أو في ظلمات البحر فاللي كي يسلك متاهات البر واللي كي يركب أعالي البحار يحتاج النجوم باش يهتدوا بها في ظلام الليل فالنجم القطبي مثلا واللي يبعد عن الكرة الأرضية بحوالي 300 سنة ضوئية لوحدة أنه كي توجد دائما جهة الشمال أي أننا يتج هنا باتجاه دياله كتكون جهة الشمال قدامنا وجهة الجنوب من مورانا وجهة الشرق على اليمين ديالنا وجهة الغرب على اليسار ديالنا وبواسطة هذا النجم كنا نعرف موادع الأماكن على سطح الكرة الأرضية سواء كنا في سفر أو حضر وقد استطاع الفلكيون اليوم أنهم يرسطوا أكثر النجوم ويعملوا لها جداول كتبي المواقع ديالها بالنسبة للأرض وبتريد تكون مرشد للمسافرين في الضر والبحر وأيضا فرحلة الفضاء إلى الكواكب حيث لا يمكن توجه إلى الفضاء إلا بالاعتماد على النجوم والمواقع ديالها مهما تطورت وسائل العلم كما أن هذا النجوم كتتعتمد اليوم للهداية إلى حقيقة الكون والتاريخ دياله وكيفية نشوءه الشيء اللي يستحيل بدونها فقد رصد العلماء مؤخرا انفجار أحد النجوم واللي يقع على حافة الكون المرئي وهي واحد من جمعي ملاقة أكبر من الشمس بحاولة من 30 حتى المئة مرة وبواسطة الضوء الناتج على انفجار ديالها تم تحديد العمر ديالها واللي يزيد على 13 مليار سنة أي من بعد مرور 600 مليون عام على نشأة الكون وقبل مرور 95% من عمر الكون الحالي وبتالي فهذا أقدم شيء تمكن العلماء لعلماء الفلك من الرصد دياله حتى اليوم وهذا كي يعطي معنا جديد القول تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون وقول عز من قائل والنجوم مسخرات بأمره مسخر الهداية البشر في الليل ومسخر لهم معرفة أسرار الكون وكل هذه الآيات السابقة أحبتي وغيرها إنما هي ذلائل براهن على وجود الخالق سبحانه قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون فما كيمتافع بهذه الآيات إلا أهل العلم والمعرفة أهل العقول متفتحة لكي يتعرفوا من خلالها إنه على قدرة الله تعالى والعظم دياله وبديل حكم دياله وأما أهل الجهل والجفاء فهذا تفصلوا البيان لآيات الله ما كيف عمش وما كيف يدومش بل هم غارق في الضلال ديالهم وإصرارهم على الكفر ومن آية تعالى أيضا وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فالأصل واحد آدم عليه السلام ومنه تفرعت كل هذه الأعداد الهائلة من البشر فمستقر ومستودع فكما أن الحياة تسير وفق التناوب ما بين الحياة والموت في الحب والنوى وغيرهم وما بين الحركة والسكون في الليل والإصباح ما بين الشمس والقمر وما بين تغير النجوم في المواقع فكذلك نفس الإنسان كتعيش في تناوب ما بين مستقر ومستودع مستقر فصل بالراجل لكيكون فقط مستودع للنطفة إلى أن تنتقل إلى مابيض المرأة لكيكون مستقر لها حتى كيكتمن نجد يلها فكتنطلق أن التنطلق من المابيض لكيصبح فقط مستودع لها إلى الراحم لكيكون مستقر لها حتى ينتقل الجريل إلى الدنيا فكيكون الراحم كان فقط مستودع لفترة الحمل والدنيا أحبة مستقر للإنسان حتى ينتقل القبر فكتكون الدنيا كانت فقط مستودع ليه في فترة الحياة تديره على الأرض وكذلك القبر مستقر ثم مستودع بعد الحشر ثم الجنة أو النار واللي هما المستقر الحقيقي قد فصلنا لاعيات لقوم يفقهون فهذا الأطور لكي يعيش الإنسان من كان في صلب الأب دياله منذ الأب الأول آدم عليه السلام ووتيرة السيد ديالها والحكمة منها كتحتاج التدبر وتفقه كيوصل المبدع الخالق سبحانه وكيوصل الحقيقة أن الدنيا إنما هي دار ممر وأن الآخرة هي دار مستقر وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء وهذا أحبة تذكير ابن نعم أخرى من نعم تعالى الدال على عظيم القدرة دياله لطيف صنع دياله وهو الذي أنزل من السماء ماء فالماء ضروري ضرورة الحياة فما من كائن حي أن الله تعالى هو الذي يصرف الرياح وهو القائل عز وجل وتصريف الرياح كيصرف هذه الرياح باش تمر على مصادر المياه من بحار وأنهار فكتحمل هذا البخار الساعد منها نتيجة أشعة الشمس وكترتفع به الأجزاء العليا من نطاق الرجع وهو نطاق تغيرات المناخية فكي تكون للمزن وهي السحب المنطرة وحين كتتفى ذاك السحب بالمزيد من بخار الماء اللي ومتسائد من فوهات البراكين ومن نتج النبات وتنفس وإفراز كل من الإنسان والحيوان كتسقط واحد القطيرات ديال الماء اللي في السحب المزنية على شكل زخارة المطر أو حبات البرد لينتبروري أو باللورات للتلج بالقدر اللي كيحدده الله تعالى وفي المكان اللي كيختاره سبحانه وفي الوقت اللي كيبغيه جل في علاه تبع العلم دياله الحكمة دياله ومن نطف الله تعالى أحبتي أن قطرة الماء الواحدة اللي كتنزل من السماء لو لم يكن هناك هواء وسقطات كانت غدت تحول إلى مية طرقة الوزن دياله تنرج الكيلو جرام بسبب قوة السرعة دياله والتسارع دياله وبتري فما غيبقى لو نجل الأرض حتى شي مخلوق لكن الهواء اللي كيخفف السرعة دياله وكيجعلها بإذن الله رحمة وغيتا نعمة كبرى من لطيف بعباده بجميع خلقه سبحانه وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فالإنبات من أهم العمليات الحيوية اللي كتن على سطح الكرة الأرضية وهي من دلائل قدرة الإلهية في الكون ولولا الماء لما كان هناك إنبات ولولا الإنبات ما كان في الدنيا نبات ولولا النبات ما كان على الأرض حياة فحين كنشوف الأرض كنشدها يابسة تراب ميت فإلى جلمة هتزت وأنبتت العشب الأزهار النباتات الأشجار تزهر ثم تورق ثم تتمر حتى أن أشجار تفح نادجة تقدر تنتج من 40 حتى 200 كيلوغرام في السنة مع ملقاء بذاته يحتاج فقط إلى الماء فالماء شرط ضروري وأساسي للإنباث فقد تضل البدور أو الحبوب في التربة سنوات عديدة ما كانت نبتش وما كانت تحرك شي حتى ينزل عليها الماء فكتبت هذا العملية العجيبة المعجزة اللي هي عملية الإنبات ومن بديع صنع الله تعالى أحبتي أنه عز وجل جال على سطح هذه البدرة أو الناوين العظم واحد الفتحة صغيرة كتدخل منها حبة اللقاح للبيضة وهي الفتحة اللي كيمر منها الماء إلى الجانين داخل البدرة باش ينبت وكتسمها الفتحة باسم النقرة أو النقير كيقل عز من قائل أولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا فالنقير هو ممر الماء واللقاح فسبحان من هذا خلقه وتصميمه فأخرجنا به نبات كل شيء كل شيء الأدوية دينا من نبات طعام دينا من نبات الألبس دينا من نبات العطور دينا من نبات الأفرشة دينا من نبات أتات البيوت دينا من نبات طاولات أبواب نوافد وغيرها من نبات النبات الحدودي أو النبات الشوكي اللي كيحمي من اللصوص من النبات النار اللي كانت دفعوا بها أو كانت طيبوا عليها من النبات معجون الأسنان من النبات الأوراق اللي كانت كتبوا عليها من النبات الأكسجين اللي كانت تنشقوه من النبات فأخرجنا به نبات كل شيء ومن هدى النبات فأخرجنا منه خاضرة أي من هدى النبات اللي خرجه الله تعالى بالماء كي يخرج الخاضر أو ليخضر كما كيسموه على ماء النبات وهي واحد المادة كتكون داخل النبات ومنها في الآياء الزائية هي تبعيدية بحيث مشيكل الكائنات اللي كتنبت بالماء كتعطي الخاضر فمثلا المعظم أنواع البكتيرية وجميع الفطريات وبعض النباتات الزهرية المتطفلة أو المريضة أو اللي أبعدت عني الضوء ما كتخرج شيء خاضر ولولا الخضر أحباب الكرام لا توقفت عمليات الحياة على الأرض بحيث كل نباتات وكاد الإنسان والحيوان كتعتمد في الغذاء ديلا على ما ينتجه النبات في المصانع ديلا الخضراء فلولا الخضر ما تبت النبات ولا بعض الكائنات الحية ولا الطاقة الشمسية لولا الخضر ما تكونت أي مادة غذائي على الأرض لولا الخضر ما كان على الأرض لا نار ولا خشب ولا فحم ولا البترول ولا كهرباء ولا حياة فالورقة الخضراء أقدم وأعظم وأضخم صنع للطاقة في العالم الخضر هو المادة الخضراء هو المتبت للطاقة الشمسية على الأرض بما أوضع الله تعالى فيه من خصائص حيوية حتى أنه أصبح اللون الأخضر رمز الحياة تحن العين لرؤيته وكترتاح القلوب ما بين أحضان طبيعة من أجله وكتشتق النفوس الفصل الرابع التمتع به وهو أنسب لون للعين والقلب والروح أنسب لون الحياة كلها بل أنسب لون للحياة الخالبة الأبدية كيقول الله تعالى في لباس أهل الجنة ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق ولذلك كانوا جدوا حتى الأطباء غيروا البيدلات ديالهم من لو الأبيض لو الأخضر من أجل طمأنات المرضى وجعلهم كيف تشعروا الأمل في الحياة وهذه الحقيقة العلمية أعزاء اللي كيتضمنها قوله تعالى فأخرجنا منه الخضر واللي ينتجند لها العلماء بضعة قرون إلى القرن العشرين من بعد ما توفرت لهم وسائل بحث العلم الدقيقة والأجهزة المتطورة ومراكز ومعامل الأبحاث في مجال فسولوجيا النبات هذه الحقيقة قررها القرآن الكريم منذ 1434 سنة على رسال نبي أمي عاش بي أسحراوية وفي أمة أمي وفي عاصر ما توفرتش في حتى شيء آلة من آلة البحث العلمي فسبحان من هذا كلامه فأخرجنا منه خضرة نخرج منه حبة متراكبة فالله تعالى خرج بالماء النبات وخرج من نبات الخضر ومن الخضر خرج سبحانا حبة متراكبة حب كيتلسق بعضه وبعده كيركب بعضه فوق بعض إشارة الكثرة ديالو والوفرة ديالو حبا متراكبة فهو حب ومش فقط حبة وحدة كيقولوا أصحاب البحث العلمية ومختبرات الفضاء والدرة إذا أردنا صنع حبة قمح واحدة وأقمنا مصنعا بمساحة قارة لعجزنا عن صنع هذه الحبة من مكوناتها الأولية سبحان الله هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه وكيش من الحب المتراكب أكثر من 450 جيس وأكثر من 4500 نوع من أنواع هذه الأجنس وعشرات الآلاف من الأصناف ديالها حبة متراكبة فإلاخدنا واحدة رمالة مثلا وفتحناها فغادي نجد الحب ديالها متراكب وكل حبة فيها وحد الخيط موصول لما كانت تغذية كذلك التين والدرة والسبولة والبازيلاء الجلبانة والفول واللوبيا والقمح والشعير والعدس والحمص كلها حب متراكب مرصوص ما كيشما بالحبة ديالها فراغات تصميم من خلق من وما قدر الله حق قدره ومن النخل من طلعها قنوان دانية والطلع من النخل الأيزائي هو أول ما يخرج من التمر في الأكمام دياله أي في الوعاء دياله ثم كيتفتح فكيخرج منه العنقود مجتمع فكيصبح قنو أي عرجون كيضم العديد من البلحات وكل بلحة مصولة بالنخلة بوسطة واحد العرق بحال أنبو بن بحال سيو كي يستلمل كل بلحة بلحة باش تغدالي ومن النخل من طلعها قنوان دانية أي عرجين دانية يعني قريبة من اللي غدي جنيها وهذا كناية لعدم طول النخلة وإشارة أيضا إلى أن من النخل قصير والطويم واقتصار الآية أعزائي للقنوان الدانية هو الانتنان وأيضا لأن القنوان القريبة هي أظهر وأوضح للتدبر والتفكر فسبحان من هذا كلامه ومما أخرج الله تعالى أيضا من الخضر وجنات من عناب أي مزارع وبساتين من أشجر العنب والزيتون والرمان من كل أنواع الفصائل مشتبه وغير متشابه مشتبه شكلا وغير متشابه في المكونات والخصائص وكيدخل في التشابه اللون والطعم والشكل فأنواع العنب مثلا كثير من 300 نوع كي الأسواد كي الحمار كي البيض كي ينحلو زعيق كي ينقص حلاوة كي ينعنب برطب كي ينعنب قصح كذلك الزيتون والرمان أنواع كثيرة بل إن التشابه وعدم التشابه كي يكون حتى في الوظائف والمنافع الغدائية فالزيتون والرمان مثلا ما كيتشابه شلف الشكل ولا في اللون ولا في الطعم ولكنهم كيتشابه في إحدى الوظائف وهي الحماية من تصلب الشرايين من خلال إدابة الكوليسترون من على جدر الشرايين وهناك تضح روعة التعبير القرآني مشتبها وغير متشابه ولما كانت تدبر أعزائي قول تعالى إني نخرج به حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من عناب والزيتون والرمان كان نجد أن ننبيل مناسبات لذكر هذه الأصناف دون غيرها هو التشابه ديالها في كون الحبوب ديالها أو التمر ديالها متراكبة الحبوب، تمار النخل في العراجين وتمار العناب في العناقيد وكذلك حبات الرمان هذا إلى جانب كونها المواد لكي يحتاج لها الإنسان في الغداء دياله الأساسي وكذلك تحتاجها الأنعام دياله في العلف ديالها فهذه آيات الله تعالى في الكون وبديع الخلق دياله جعلها تعالى علامات دال على الوجود دياله وحداني تتفرد بالألوه والربوب انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعيه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون فكلها التمار وعبر كل مراحل ديالها بدءا من الإنبات إلى الينع والنج هي كتابه ظاه في الكون اللي كيفتحه أمام عباده المؤمنين للنظر ثم التدبر والتفكر فالتفكر في النبات أعزائي هو أقصر طريق كي يوصل الله عز وجل وباب واسع كندخله منه عليه سبحانه ومن عدمة القرآن الكريم أنه كيدكر الحقيقة ثم كياخد بيدين الناس لنوقف لأول طريق اللي بغى معرفة السر وانظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعيه والتمر هو الجلي اللي يخرج الشجر أما الناس فهو الطيب والنج فهو تعالى كيوجه النظر إلى خروج التمار وانظروا كيف خرج الله تعالى هات تمر الرطبة اللطيفة الليلة من هات الشجرة الكتيفة اليبسة قصحة وانظروا إلى بداية تكون التمار كيفاش كتكون في الو الخضراء وبقى قصحة ثم انظروا إليها حينتين وتنضج كيفاش كيولي الطعم ديالها واللون ديالها إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون فما كي يعتبر بهذه الآيات وكينتفع بها إلا المؤمنون أيها الأحبة في الله لما كانت تدبر هذه الآيات السابقة لتضمنت حقائق علمية باهرة من قوله تعالى إن الله فالق الحب والنوى كنجد أن كل آية آية إلا وتضمنت من العلم والحكم والإعجاز ما يكفي لإنشاء كليات علمية الدراسة الحقائق قديلها كما كيقول العلماء وما زالت هذه الآيات مع مرور الأزمان كتابا مفتوحا للتدبر والتأمل والبحث واكتشاف ما بها من أسرار وإعجاز كتخطب كل قوم في كل زمان ومكان بما يناسب العقول ديالهم وإمكانياتهم العلمية فسبحان من جعل هذا القرآن خاتم الرسالات والكتب المنزلات وسبحانه جل في علاه اسم آية القرآن آيات فهي حقا علامات كي اهتدوا بها العباد الملاهم خالقهم تأمل سطور الكائنات فإنها من الملأ لعلى إليك رسائل وقد خط فيها لو تأملت خطها ألا كل شيء ما خل الله باطل دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته